اليوم من الجمعة ونذكركم بقراءة صوت الكهف والله عز وجل لما وصف في قصة أصحاب الكهف قال فضربنا على آذانهم شو الحكمة أن الله عز وجل ضرب على آذانهم شو يعني ضرب؟ ضرب يعني صارت الأذن ما تسمع تعرفون الإنسان لما ينام يعني عيونة غمض وحواسة كلها ما يحس إلا الأذن ممكن تسمع حتى وهنايم عشان شذي الله عز وجل لما أراد أنه أصحاب الكهف يطولون في النومة الله عز وجل ضرب على آذانهم وهذه حقيقة حكمة أن الله عز وجل جعل للإنسان أذنين يعني ليش خشم واحد مخشمين ليش حلج واحد محلجين الأذنين أولا لأنه السمع أسرع من البصر والإنسان لما يسمع شيء ممكن يتخذ قرار خاصة إذا كان شيء يضره مثلا أو شيء خطر وبعدين حتى يعرف اللي قاعد يسمع أو الخطورة أو الحدث قاعد يصير من اليمين لوم اليسار حتى على طول يلتفت ولذلك الله عز وجل جعل للإنسان أذنين هذا أمر أول أمر الثاني الأذن شوفوا لها صيوان تلاحظون؟ هذا لها صيوان الصيوان شو الحكمة منه؟ الصيوان اللي هو الشكل المخروطي الحلزوني هذا حتى الصوت لما يطلع مثل أنتوا حين قاعد تسمعون صوتي الصوت يضرب بالصيوان بعدين يلف ويلف ويدخل الأذن بدرجة صوتية معينة تتقبلها الأذن لو موجود هذا كان انقذت طبلة الأذن وخاصة الأطفال تعرفون الأطفال أحيانا يسمعون صراخ أحيانا يسمعون صوت عالي فتخيلوا لو الأذن ما فيها صيوان اللي يتحكم في درجة الصوت وإلا كان الأطفال كل هم ما يسمعون اليوم وهذه من حكمة الله عز وجل فالأذن إذن يعني حتى أحد العلماء قال ليش الله عز وجل جعل لنا أذنين ولسان واحد قال حتى نسمع أكثر مما نتكلم فالأذن إذن لها حكمة وهذه من حكم الله عز وجل في الخلق ولهذا الله عز وجل في صورة الكهف يقول فهذا ربنا على آذانهم يعني مو على أذن على كل الآذان ليش؟ حتى ينامون نومة طويلة مثل ما إحنا نعرفها في صورة الكهف فهذه من الحكم اللي موجودة بالنسبة للأذن ترجمة نانسي قنقر